السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة وطالبات وامر الصف الرابع الابتدائي اهلا بحضرتكم معنا في قناة مستر عامر اجبتو معاكم مسهبر اجب النهاردة ان شاء الله حبيبي مكملة معاكم حل وشرح منهج ترمي التاني للصف الرابع الابتدائي من كتاب المعاصر عشرين اتنين وعشرين وبذكركم ان انا على القناة بحل واشرح من جميع الكتب الخارجية كتابوا الأضواء الجيم وكتابوا المعاصر وكمان كتاب بيت باي بيت اي حاجة محتاجين هنضغط فوق على القناة هنلاقي كلمة قوائم التشغيل هنضغط عليها هنلاقي قائمة تشغيل للصف الرابع وقائمة للصف الخامس وقائمة للصف السادس هنلاقي فيها حل وشرح من جميع الكتب الخارجية لأي مرحلة احنا محتاجينها وكمان لو محتاجين شرح منهج المرحلة الاعدرية والمرحلة السنوية يلي تشوفكم معنا في قناتنا اولي وقنات مستر عامر رجب النهاردة ان شاء الله حبيبي وصلنا في الحل وشرح الوحدة التسعة ثلاثة وحدة معنا في منهج الترمي التاني والنهاردة ان شاء الله معنا مع حل وشرح الدرس التلتة والدرس الايه الرابع ما الذي يجعلنا متميزين ده عنوان الوحدة التسعة ان شاء الله حبيبي عندنا لسن سري في اكتاب المعاصر بيت نومبر وان هندرد ثيرتي ثري صفحة مية تلاتة وتلاتين كله يلا يجهز نفسي والسعيد معايا صفحة مية تلاتة وتلاتين في اكتاب المعاصر الدرسة ده عبارة طبعا ايه listening festivals around the world اللي هي ايه احتفالات او مهرجانات حول العالم زي ما تعودنا من شوفه الكيف وكابلري اللي هي الكلمات الرئيسية معنا عندنا جوب يعني cheese لسه بجيب حرف الزد عشان جايبهم حرفين متحدد الكلم cheese تيارة ورقية kite kite رأس السنة new year نيو يير نيو يير تماطم تميتوز 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 بعد كده عندنا كلمات اضافية عندنا ملابس closes closes التشنا بيجيب حرف الزد صيني التشينيز الاس بيجيب حرف الزد التشينيز التشينيز تنين يعني دراجون 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 بالداخل inside 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 على قيد الحياة alive 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 تلا او هطبة هطبة يعني ايه hill hill بطاقة card 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 احتفال festival 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 تين mud mud وحش munister munister رياح wind wind ده حرجة او دوار ruling 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 رولنج عملة الصين اللي هي اليوان بالانجليج بردو يعني ايه يوان اليوان الصيني يوان يوان قديم old عندي conjugation و verbal صرفات الافعال عندي افعال منتظمة وافعال غير منتظمة المنتظمة اللي هي بتديو الاد والاد زي ايه سنة رابعة يسحب بول الموض منها بولد بنتفلها اي دي لانها لا تنتهي بايه ينظر الموض منها looked يضحك love 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 الف يغطي cover الموض منها covered يتمنى wish الموض منها wished يبدأ start الموض منها started يحدث happen happened يوقف stop الموض منها stopped stopped اصدتها بعد افعال غير منتظمة تحفظ كما هي يسكت fall الموض منها fill fall fill fall يرى see الموض منها saw see saw see saw يملك have الموض منها had have had يطير fly الموض منها flow fly يولك الكرة throw throw الموض منها ايه through 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 يشعر feel الموض منها ايه felt feel felt يجري run الموض منها run 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 يأخذ take الموض منها talk take talk take talk take talk الفربيتوب اللي والفعلي يكون عند is مع ايه مع الهو الشو والت وعندي r مع الجمع اللي هما the way وال the way الموض بتاعهم ايه is الموض منها was و r الموض منها ايه where تمام is was are where دي الافعال اللي معانا ايه الموض منها افعال منتظمة افعال غير منتظمة طلبنا الصفحة بنمر 134 صفحة 134 تعبيرات هامة felt alive يشعر انه على قيد الحياة felt alive او شعر انه على قيد الحياة take part in يعني مشارك فيه take part in look up ينظر الاعلى look up wish you good luck wish you good luck اتمنى لك حظا سعيدا cover ده اين يعني مغطى بيه بعد كده عندي كلمات عاوزني اكتب الايه اكتب الايه الصور اكتب الكلمات بتاعتها تحتها تارى وراقية kite tomato tomat tomato tomat tomato jibnatt jibnatt tennin dragon انظر وتعرف على احتفالات مختلفة حول العالم اول احتفال معنا اسمه احتفال الطائرة الورقية بيقول لي الطريقة التي سحبتها بها الرياح شعرت انها على قيد الحياة الطريقة التي سحبتها الرياح الطائرة تشعر انها على قيد الحياة بيقول لي ايبا اي لوجد اب نظرته الى اعلى ان تسو بيردس رأيته طيور دراجونس وتنانين ان مونسرس ووحوش ده احتفال الاولاني معنا اللي هو ايه قائد في السفر الصفحة اللو صده بالنمبر 133 صفحة 135 عند الاحتفال التاني اسمه ايه اتشيز رولينج فيستفال لو احتفال دحراجة اولا في الجبن اتشيز رولينج فيستفال اتشيز رولينج فيستفال they start running and fall الاطفال بيبدوا الجاري ايه ويسكوتوا طبعا بيقروا ايه ويقعوا they can't stop laughing ايه لم يستطيعوا التوقف عن الضحك the cheese covers in mud الدبنة اللي في ايديهم مالها الدبنة تغطى به الطين لان نم طبعا ايه بدي حراجة على الارض فالطبيع ان الدبنة تغطى به الطين ده الاحتفال التاني معانا اسمه ايه اتشيز رولينج فيستفال بعد كده عندنا الاحتفال التلاتة اسمه ايه سنة رابعة اتشيينيز نيو يير فيستفال احتفال رأس السنة الصيني اتشيينيز نيو يير فيستفال they give red cards to their friends يعطي بطاقات لأصدقائهم and with them good luck ويتمنوا لهم حظا سعيدا يعني بنجيب بطاقات كده ونتدقى لصحابنا طيب البطاقات تحتوى علينا وانا اتمنى لهم حظا سعيدا طبعا البطاقة it has some yuan inside يكون بداخلها بعض اليوان اللي هي بعض العملة الصينية الاحتفال الرابع معانا لا تمتينة لا تمتينة فيستفال لا تمتينة فيستفال احتفال التراشق بالطماطم اللي هي حرب الطماطم لا تمتينة فيستفال بيقول لي they wear some old clothes بيلبسوا او يرتر بعض الملابس القديمة people throw tomatoes to each other يقوم الاشخاص بإلقاء الطماطم على بعضهم البعض يعني هي يحدفوا بعض بالطماطم يضربوا بعض بالطماطم when you look around عندما تنظر حولك everything is read هتلاقي كل شيء لونه احمر من ايه طبعا من الطماطم تمام ده السطر ما كان شابان ما عليش نحرك طول الكتاب يقول لي when you look around when you look around عندما تنظر حولك everything is read ها سوف ترى كل شيء احمر طبعا بسبب الايه الطماطم اللي بيضربوا بعض بيها قلبنا الصفحة حبيبي انتهينا من الجزء الاول من الدرسة التالتة عندنا part 2 الجزء التاني language use طبعا النهاردة عندنا ايه suppose simple tense اللي هو ايه زمن الماضي البسيط احنا تلاحظوا كده الترمي التانية ده سنة ربعا احنا عجب بنتكلم غير في حاجة واحدة اللي هو زمن الماضي البسيط يعني ده الوحدة التالتة وكل ايه وحدة بيجيب لي فيها الماضي البسيط ما خدناش حاجة جديدة احنا قلنا الماضي البسيط بيعبر عن ايه فعل ايه تم الانتهاء منه حدث في الماضي طبعا وازاي بعمل الفعل بتاع عندي افعال منتظمة بعملها ازاي الافعال المنتظمة بجيب الفعل واضف له في نهايته ED او D او IED بنضيف الED امتى لفعل لا ينتهي بE زي كلمة ايه push ما الماضي منها ايه بقى push طيب الD الى فعل ينتهي بالE زي celebrate اخرها ايه فنضف لها ايه في الماضي celebrate تدفنا لها دي فقط طبعا عندي الED الى فعل ينتهي مثلا بY وقبلها حرف ساكن زي كلمة cry بحزف الY يبقى الماضي منها ايه cry دي اضيف مكانها ايه IED عرفنا ازاي بنعمل الافعال المنتظمة يبقى الفعل اللازي لا ينتهي بE بنضيف له ED زي كلمة push push ينتهي بالE زي celebrate بنضيف له D فقط ينتهي بY ونسبقها ساكن بنحزف الY ونضع مكانها IED لازم يكون قبل الY حرف ساكن عشان ننفع او اعرف حش الY حرف ساكن حش الY يفضل ساكن مكانه لكن لو عندي حرف متحرك ما ينفعش حش الY ليه المتحرك هيطلع يجري مني اول ما نحش الY من جنبيه فكده ما ينفعش اضيف له ايه اعزف الY من مكانها ونضيف الYED مثال عندي كلمة play يعني يلعب تمام برضه تنتهي بY ينفع اعزف الY وحط مكانها IED لا ليه لاني لأيه حرف متحرك ما ينفعش اعزف الY من جنبيه فيبقى الماضي عندي هنا باضافة ايه اي دي يا صن ربعة تمام ده النوع الاول من الافعال اللي عندي اسمها ايه افعال منتزمة طبعا عند النوع التاني افعال غير منتزمة الحل مع الافعال دي قال لي مالهاش حل غير انك تحفظها زي ما هي ومالهاش قاعدة معينة يعني ما ينفعش معاه موضوع الYED والYED تحفظ كما هي تحفظ كما هي زي يارا سي الماضي منها سو سي سو سي سو يدع بوت 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 طبعا فيها فعال الماضي بتاحها زي المضارع مالهاش تصريف بوت بوت يسكت فل الماضي منها فل فل يضرب هت الماضي منها هت 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 يفوز وين الماضي منها ون وين ون يأكل ايت الماضي منها ايت 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 يقولك throw الماضي منها ثرو 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 يقرأ ريد الماضي منها دي زي ما هي يخبر يكون الماضي منها الاس والار الماضي منهم طيب يقول الماضي منها يذهب يملك طبعا وكمان معها هاز مع المفرد يعني يملك وهاب مع الجمع يرتدي الماضي منها يجري run 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 يطير fly 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 تمام يبقى عندنا الماضي في افعال منتظمة بيضافة D و E D و I E D وعندنا افعال غير منتظمة تحفظ كما هي بعد كده بيقول read find and sort عطيني الافعال دي وعاوزنا هي وزحها هل هي منتظمة ولا غير منتظمة منتظمة الفعال ده ولا غير منتظمة where الماضي منها war يبقى دي فعال غير منتظمة تمام throw الماضي منها through فعال غير منتظمة طيب say الماضي منها set فعال غير منتظمة ask الماضي منها ask فعال منتظمة انا هكتب الفعال من غير الماضي منه تمام بعد كده give الماضي منها give فعال غير منتظمة fly الماضي منها flow فعال غير منتظمة look الماضي منها looked فعال منتظمة open فعال منتظمة الماضي منه opened try الماضي منه tried فعال ايه برضو فعال منتظمة خلاص يا حبابيب كده صنفنا دي افعال غير منتظمة وده افعال ايه منتظمة يعني ينفع جب منها الماضي بالدي والإيدي والآي إيدي الصفحة اللي صار يا حبابي بالنمبر 137 صفحة 137 عندي حاجة تاني في الدرس التالت بيقول لي إيه رايم 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 يعني إيه كافية إن فيه كلمات لها إيه نفس الصوت بتاع النهاية القافية يا كلمات لديها نفس الصوت الأخير زي وينت يعني زهبة تشبه كلمة إيه تنت وينت تنت وينت تنت اللي هي الخيمة دي زهبة ودي خيمة وينت تنت يضرب الكرة هت ات اللي هو دومين غير عاقل هت ات هت ات تمانية ايت ايت أكلة ايت ايت أنا مش بتكلم على حرف أنا بتكلم على أصوات لها نفس الصوت الأخير لأن لو بصنع الحروف اللي حروف مختلفة تماما ايت ايت طيب ريت 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 فوت في فوت في سوري فوت بوت فوت بوت فوت اللي هي كده ودي ايه يضع يبقى عندي ريت أحمر ريت يقرأ فوت كده بوت يضع فوت بوت تعال هنا بيقول اللي هي بقى ريت أن سيركل ذا اي ريجلر باست غير اقرف الجمل دية واعمل لي دايرة على الأفعال الغير منتظمة اي بولد دا فعل منتظم ان ذا سترينج اي فلو الماضي من فرائل اللي هي يطير فلو هاي انتو زا سكاي يعني ايه طرت فوق في السماء اي كولوز فعل منتظم ماي ايز اغلقتوا عيني ان ران وجريت الماضي من ران ران اي وان زا ريس وفز السباق الماضي من اي وين يفوز الماضي منها اي وان يبقى دي أفعال غير منتظمة وهو دا طلبها مني اللي اعمل دا على الأفعال الغير منتظمة دي سنة الماتش يعني ايه استمع ووصل اشوف الايه الرايم اللي هي ايه العصوات المتشابهة في نهاية الكلمات طبعا عندي تبقى ريد عندي بوت تبقى فوت عندي ووز تبقى اي بيكوز اللي هي بالسبب او لان وصلنا كل كلمة بالكلمة اللي شباهي في الصوت الاخير قلبنا الصفحة حبيب السنة رابا عندنا بيج نمبر 138 صفحة المية ثمانية وثلاثين جنرال اكستر السيزة سون ليسون ثري تدريبات عما على الدرس التالت اول سؤال معانا بيقول ليد اماتش اقرأ ووصل اي بي بيقول لي كم عدد كم عدد ايه هنقول كم عدد الطائرات التي تراها تبقى هنا ايه نمبر 2 يعني طارت عاليا في السماء هكتب هنا يعني يعني اتغطيت بالطين تبقى هنا ثري هي لم تستطح ايه التوقف عن الضحك اي المهرجانات ازا مص بيوتفول اكثر جمالا الاكثر جمالا طبعا عندي ايه جاية كده زيادة عشان ايه غلطني به زي ما قلنا السؤال التالي بيقول لي يعني اعج ترتيب الكلمات لعمل جمل ايه صحيحة هنقول ايه ايه gonna put انا سوف ايه اضع اه money اضع النقوط فين in the bank سوف اضع النقوط في البنك سوري five six بادي ايه نقول لي ثاني i am going to put money in the bank تمام بعد كده بيقول لي ايه which festival اي المهرجانات is the stranged people people لماذا الناس ها throw tomatoes ترمي الطماطم طبعا تو celebrate لكي يحتفلوا read and complete the tickets with words from the box يعني يقرأ واكمل الفراغات بكلمات من الصندوق all دي يعني ايه قديم read احمر throw يرمي new جديد in la tomatina festival في مهرجان الطماطم وطراشق الطماطم people throw tomatoes الناس بترمي الطماطم you throw one at me انت ترمي واحدة علي and i throw one at you وانا رمي واحدة علي كي بقى سرو يرمي الطماطم على بعض you should wear some noat closes بفوت ان نلبس ملابس ايه old ولا new طبعا old قديم in the festival في هذا المهرجان او الاحتفال when you look around when you look around لما تنظر حولك you find everything is red هتلاقي كل حاجة لونها ايه احمر طبعا بسبب الايه بسبب الطماطم صفحة اللي صارها بالنمبر 138 139 السؤال الرابع choose the correct answer from A B or C نمبر ايه اين اتشيز رولينج فيستفل في مهرجان ده حراجة الجب the cheese الجبن ايه is covered دين بتتغطى بايه الجبنة كايد بالطائرة مات بالطين ولا sky السماء طبعا مات بتتغطى بالطين يسر دي بالامسوية نقط ونزا سرينج احنا عملنا ايه بالخيط and the kite flew up high والطائرة طالت الى اعلى عملنا ايه pulled سحبنا boot وضعنا one يعني فازة طبعا عملنا ايه pulled يعني ايه سحبنا الحبل والطائرة طالت الى اعلى الا tomatina في استفن في مهرجان تراشق الطماطم people سرون الناس بترمي ايه تويتش اذا بترمي ايه على بعضها طبعا ايه tomatos that tomatoes الطماطم نقط and the floor على الارض and made big red miss يعني ايه بتعمل فوضى ها حمراء كبيرة fall ولا fill ولا false نقول ايه بقى على الطماطم طبعا ايه fill تسقط على الارض بتعمل ايه فوضى كبيرة بعد كده بيقول ايه i want to نقط انا ذهبت الى نقط part in the cheese rolling festival take ولا give ولا play الجملة معناها ايه i want to يعني ايه انا اردته نقط part in the cheese rolling festival يعني كنت عايز اشارك فيه المهرجان بتاع ايه تحرجة الجبن طبعا ايه take part in يعني ايه وشارك وهي ناخدنا فيه في الماضي لانه عندي كلمة made برضو ايه في زمن الماضي فاكده عند البنكتويت بيقول لي ايه بقى why do people run down an hill why do people run down a hill ليه الناس ها بتتضحرك او بتتساقط ايه اسفل الهضبة او التال طبعا عندي ال W او الكلام افضل ماشى كده ايه الحاد نهاية الجمل ده طبعا سؤال هنحط في الاخر ايه علامة السفهام علشان ده ايه سؤال بعد كده حبابي عندي بيقول ايه عايز برجرف من تلت جمل عن ايه it's chinese new year اللي هو ايه رأس السنة في الصين طبعا عندي كلمات مساعدة عندي كلمة cort عندي كلمة yuan عندي كلمة وش وعند كلمة ايه good luck هنسيب مسافة ونبدأ الجمل بتعيدنا نقول ايه chinese new year ما له ده is a festival هو مهرجان in china في دولة الصين هنقول بيعملوا ايه they gave red cards بيوزعوا بطاقات حمرة to their friends لأصدقائهم and واشدزموا يتمنوا لهم وضلاق حزا جيدا بتلاقوا الجمل دي بالزبط ايه في الحيط تلاتا نسه واخدها الوقت بتاع مهرجان بتاع الصين بتاع رأس السنة في الصين ده يعني ممكن اجيب الجمل من هناك واكتبها عادي جدا وبعدك قول ايه it is it is a very popular festival يعني ايه هو مهرجان ايه مشهور بس كده عمنا تلاتا الجمل سهلة ومصيرة من الدرس بتاعنا اعنا مش مالفة الجمل من دماغ جايباها من الحتة اللي فيها ايه مهرجان رأس السنة الخاص بدولة الصين صفحة 140 عندنا لسن فور الدرس الرابع طبعا الدرس الرابع برضه بيكون تيت اجزاء عندنا بارت الجزء الاول عن الطائر طبعا عندنا كلمات عندنا حديقة بارك 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 نزه خلوية يعني بيكنيك 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 ريشة فيذر فيذر خلنا ترمي الاولاني فيذر يقدم او يعود دقضمة يعني بايت 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 صوت ساوند 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 ملون كالرفول 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 ضعيف ويك 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 حزين غير عادي او استثنائي او غير تقليدي بحرف الج بلعاق غير مريح غير مرتب كونش كايش انا وفير بلصصرفات الافعال عندنا افعال منتظمة زي يريد وانت الماضي منها وانت 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 يظهر او يبين شو الماضي منها شود شو شود يحتفل سيليبريت اخرها اي تبقى سيليبريت سيليبريت غير منتظمة تحفظ كما هي يعني في الساند الماضي منها ستود ستاند ستود ستاند ستود يطير فلاي الماضي منها فلو فلاي فلو فلاي فلو ينتقد او ينطفد او يهتز يعني شيك الماضي منها شو 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 يعني يهتز او ينطفد تعبرت بيقول ايه افطر اقابل اوف منتس افطر اقابل اوف منتس يعني بعد دقيقتين هاف ابيكنيك يزعف في نزه خلوية هاف ابيكنيك فلاي اوي يعني يحل بعيدا فلاي اوي فلاي اوي لقب انتو يبحث فيه لقب انتو يقف بعيدا او يرجع للوراء الصفحة اللي صارها 141 141 عندي بيقول بدا بالكصة بتاعت الطائر بيقول ايه الطائر الذي قال thank you والطائر ممكن يتكلم يلا بينا نشوف الطائر الذي قال thank you يعني شكرا ايه لكم الزقائي وانا كنا في الحديقة كنا بنحتفل بعيد ميلاد لما and we were having a picnic كنا ايه خارجين في نزه خلوية صدر لي فجأة سمعنا صوت غير تقليدي نظرنا الاعلى انتو اتري على الشجرة and saw a big colorful بير شفنا طائر كبير ملون it was weak ضعيف and unhappy وغير صعيد it's feathers الريش بتاعه were untidy كان منعكش كده وغير مرتب we thought it wanted food اعتقدنا انه يريد الطعام we put some water on a spoon وضعنا بعض المياه في ملعقة and some cheese وبعض الجبن on a plate في طبق and put it under that tree وضعناهم له فين تحت الشجرة وبعدين we stood back يعني وقفنا كده للخلفة وللوراء بعيدنا كده بعيد because we didn't want the beard لأن ايه لم نريد الطائر to feel uncomfortable أن يشعر بغير راحة يعني مش عايزين ويخاف مننا it looked at us نظر إلينا for a long time الوقت طويل then float دون وبعد كده ايه هبط لأسفل and start to drink the water وبدأ يشرب المية it ate the cheese وأكل الجبنة in three big bites في ثلاث قدمات كبار يعني أكل الجبنة على ثلاث مرات فقط ثلاث قدمات we took some pictures التقط ن بعض الصور because we wanted to show our friends in school قعدنا نصور عشان نور صاحبنا في المدرسة after a couple of minutes بعد دقيقتين it shook its feathers نفض أو هال زريشو give a big big a squake اللي هو ايه غرر بصوت عالي maybe ربما the bird said thank you يعني من الممكن أن يكون الطائر يقول ايه شكرا لكم and flow أو وبعد ذلك ايه حلقة بعيدا دي كانت قصة الطائر الملون بتاعنا النهاردة اللي الأولاد يعتقدوا أنه قال لهم ايه thank you قال لهم ايه شكرا لكم بعد ما أقدموا ليه المية و قطعة الجو قال لنا الصفحة 142 صفحة 142 عندنا تمامات حامة على الدرس الرابع الجوزء الأول والقصة بتاعت الطائر وأول سؤال معنا اختيارات he took a big a big nقط from the sandwich from the sandwich he was hungry cangahan had big a water ولا freezer ولا pie طبعا pie يعني قدمة كبيرة we know some big pictures to show to our friends احنا عملنا بعض الصور عشان نوريها لصاحبنا طبعا took يعني التقطنا بعض الصور we know back to see all the big pictures clearly احنا عملنا ايه عشان نرى ايه كل الصور الكبير ايه بوضوح here بوضوح بوضوح طبعا ايه وقفنا الى الوراء يعني رجعنا الوراء عشان نشوف الصور ايه واضحة the birds نقط where untidy ايه ولا خاص بالطائر وكان غير مرتب بيكس المناقير بايتس اللي هي القدمات ولا فيزر سر ريش طبعا ريش بتاعه كان ايه untidy احمد كيم هوم احمد ايه رجع البيت after a note of سؤال الترتيب بيقول ايه بقى we looked up into a tree يعني ايه نظرنا لاعلى فوكل ايه الشجرة we looked up into a tree بعد كده زبيرت الطائر مالو ووس كان weak ضعيف and unhappy وغير سعيد كان ضعيف وغير سعيد how did زبيرت say thank you ازاي الطائر قال كلمة ايه thank you بس سؤال التلات معنى بيقول ايه read and complete the text with the word from the box هنكمل الفراغات بالكلمات اللي معانا fly يطير picknick نوزها خلوية run يجري bird the bird has colorful feathers الطائر له ريش ملون it it can it not high يستطيع يعمل ايه عاليا طبعا ايه fly يطير عاليا i like colored bird i like colored sometimes ملونة sometimes احيانا we have a note in the park بنعمل ايه في الحديقة بيكنك نوزها خلوية two three علشان نشوف the bird is الطيور and play ونلعب i have a color for not in my house انا عندي ملون في بيتي عندي bird عندي طائر ملون في منزلي تمام الصفحة اللي وصل بالنمر 143 صفحة 43 يعني ركت عجاب على اسئلة last week الاسبوع الماضي we were having a picnic احنا قمنا بعمل نزه خلوية in the park في الحديقة الصادر اللي فكأة we heard a very unusual sound سمعنا صوت استثنائي وغير تقليدي when we looked up into a three عندما نظرنا الى اعلى فوق الشجرة we saw a colorful bird لغين طائر ملون it was weak and unhappy كان ضعيف وغير سعيد its feathers الرش بتاع وير انطيدي كان غير مرتب we thought وضعنا بعض الماء on a spoon في ملعقة and some cheese وبعض الدوب on a plate في طبق and put it under that tree وضعناها تحت الشجرة the bird flew down الطائر ايه طائر وايه وهبط على الاسفل and add the cheese and drink water واكل الدوب لو شرب الماء then it shake sorry it shock its feathers يعني ايه نفض ريشو او هالز ريشو and give a big squake وعط ايه غررد بصوت عالي and flow اوي وطار بعيدا الاسئلة اللي عند اول 3 اسئلة بيقول لي true ولا فلسة صحة ولا خطأ بيقول لي the bird was strong and happy الطائر ده كان قوي وسعيد لا ده كان ضعيف وغير سعيد بل الكلام ده false the children الاطفال where in the park to have a picnic كانوا بيقضوا النزاة خلوية فيها الحديقة طبعا الكلام ده true بعد كد the children put some motor on a spoon وضع بعض الماء فيها الملعاقة طبعا الكلام ده برضو true اسئلة بنجاوب عليها برضو على القطع بيقول لي how was the bird when they saw it كيف كان حال الطائر عندما رأوه منقول ايه it was weak and unhappy كان ايه كان ضعيف وغير سعيد وكمان ممكن نزوي نقول ايه it's lezards اللي وريش بتاعه مالو where ان طيدي كان غير ملتب how did the children help the bird ازاي الاطفال ساعدوا الطائر عملوا ايه هنقول they put some water بعض المياه ون اسبون في الملعقة and some some cheese وبعض الجبن and plate في طبق فين كل دا كان under the tree تحت الشبرة اللي كان واقف عليها الطائر بعد كده حباب عندي سؤال punk wait بيقول ايه my friend صديقي and i and i where in the park طبعا عندي ايه معول كلام لازم اعملها عندي ضمير i الضمري الوحيد اللي بعمله كابة 3 ورس الجملة فالاخر هنحط الفولستوب اللي هي النقطة هل كان الطائر جائعا طبعا عندي الو باول كلام وعندنا في الاخر ايه كويتشان مارك عشان دا ايه سؤال تمام خلبنا الصفحة 144 لسه برضو ايه مستمرين في لسن فور الدرس الرابع بار تو جزء اثنان عندنا ودرس الصوتيات الفونيكس النهاردة عندنا حاجات سهلة جدا عندنا كلمات على long o اللي هي الو الطويلة اللي هي الضاب اللي هي الاثنين o زي طعام food 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 ملعقة spoon 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 مدرس school 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 طبعا عندي ايه بيكون ايه شرط وصيارين زي كلمة ايه طعام foot قدم foot جاية good good دول ايه بيكون short o لكن النهاردة عند long o food food spoon spoon school school الصوت اللي معانا النهاردة كلمات فيها long اللي هي الطويلة اللي هي الضاب الاسبوع week 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 نحلة b b b دوبني cheese 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 يعني sleep 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 يارا c c c شجرة 3 3 3 رقم 3 3 3 3 3 لازيز او حلوة يعني sweet 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 يشعر feel 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 رقباني knee knee طبعا الكير silent هنا دي كلها كلمات على long a l a l e الطويلة طبعا لابنا الصفحة صفحة 146 صفحة a 146 تامرينات على الدرس الرابع اللي هو الجزء اتنى ودرس الصوتيات look on write the missing sound school double o cheese double e رقباني double e ملعقة سبون double o تمام السؤال التاني بيقول لي look read and complete with double o or double e دا ايه اسبوع اويك الاسبوع 7 days فيه ايه 7 ايام دي ايدي ابي نحلة النحلة ما لها اسقان insect هي حشر ذات ميك صهاني تصنع الايه العسل cheese الجبن is made from milk مصنوع من اللبن food السرير you use your eyes انت بتستخدم عنيك to see لكي ترى بعد كده بيقول لي the opposite يعني عكس كلمة افصلت الميبلح اس ايه اسويت يعني ايه حلو او محلة you use a knee انت بتستخدم الرقبة to bend your leg عشان تتني رجلك school المدرسة it's a place هي المكان where i go every day to learn اللي بازه بيقليه كل يوم لكي اتعلم we use a spoon بنستخدم الملعقة when we eat ice cream عندما نأكل the ice cream تمام الصفحة الوصد 147 يريد انسيركل اقرأ وعمل دارة على الصورة المناسبة مع الجملة the word broom كلمة broom يعني مكنسة هذي sound double o like ايه اللي فيها double o زي كلمة broom بوك ولا food طبعا ايه food طعم فيها double o طويلة the word sleep هذي sound e e like زي a زي كلمة a sweet اللي هي a الحلوة بوك بعد كده بيقول ايه the word b اللي هي ايه النحلة b هذ فيها ايه شرط e long e طبعا فيها long e يعني e طويلة بعد كده the school the word school كلمة school مدرسة هذ فيها ايه فيها طبعا a long o طويلة look and circle يعني ايه on zero وا ايه وضع دائرة هكمل ايه هنا بالdouble o food اسبوع week بالdouble a مدرسة school بالdouble o تمام حبيبي بعد كده حبيبي صنا رابع علابنا الصفحة صفحة 148 148 النهارده بقى عندها دلوقت ايه اخر جزء في الدرس الرابع اللي هو part 3 using graphs اللي هي استخدام الرسم البياني نشوف الكلمات المهمة الاول mother cd اللي هو عيد الام mother cd mother cd عيد الاب father cd father cd يوم الطفل لو عيد الطفل children cd عندنا عيد 6 اكتوبر اللي هو ايه 6th of october 6th of october 6th of october بيقول لي ايه بقى الرسم البياني الشريط هو مخطط يستخدم اه بيستخدم او اعمده اللي زر الكمية يعني هو بالشكل ده بيكون على شكل ايه عمدان a paragraph is a chart that uses parts or columnists to show remount عشان يوضح للكميات اول حاجة من فوق بتكون ايه اسمو ايه ده العنوان the title of the paragraph اللي هو عنوان الرسم البياني احنا الهارده عندنا ايه on zafarm اللي هي الطوري الموجودة فين في المزرعة طبعا انا بعمل اعمده هنا عندي numbers of the birds عندي ارقام الطيور نفسها عملت ارقام من واحد لعشرة والخنات دي اسمها ايه the vertical axis اللي هو الايه اللي هو الترتيب الايه الا الافقي vertical يعني افقي تمام حبيبي طيب بعد كده عندنا horizontal axis اللي هو ايه الايه الرأسي الاعمده الرأسية طيب انا كده ربسطة عند الطيور عمل ايه انا عندي ايه اكتر من نوع من الطيور فانا عمل ايه حطي ايه الطيور كده من الاسفل وبعد كده هعد العدد مثلا ايه تقريبا كده مثلا ايه الطائر مثلا ده الطائر الاولان بالشكل ده عد العدد بتاعه عليك وبنبدأ نلون بقى من عندي سبع طيور من الطائر ده فلو الخانات من اسفل ايه لقى مش بلو من فوق لتحت لقى بعيد من تحت عندي سبع طيور دي عندي الدجاج طبعا عندي سري تبقى الشكل ده من تحت الفوق اللي هو الرأسي والاعداد اللي كده اسمها ال ال طبعا وكملنا الشكل كل بالطريقة ده لحد اللي موجودة فين في المزرعة ده الشكل ده اسمه ايه اسمه الرسم البياني اللي هو استخدمنا في ايه البارس او ال ايه ايه الاحمدة طبعا عندي ايه اشكال تانية الصفحة اللي وصلنا قرط مئة تسعة واربعين بيقول لي اللي هو الجدول الرسم البياني بيقول يمكن شو داتا ممكن الجدول ده بيوضح ل numbers of fruits ايه عدد الفواكه الفواكه والخضروات اه ايه على المزرعة طيب اول حاجة بيقول لي فروتس ده العنوان طبعا الطايتل زي مؤولنا بتاع الباراجراف لو عنانا الباراجراف اسمه ايه فروتس الفواكه والخضروات عندي قايند اللي هو النوع وعند نمبر اللي هو ايه الرقم النوع كارت الكارت ده عندي منه كام عندي 4 منه 4 4 جزارات ابل التفاح عندي منها 6 كورن الدرة عندي منها 3 بيتش الخوخ عندي منه 8 ووتر من البطيخ عندي منه 2 كده انا عبرت ايه وعطيت الدات عن طريق ايه ده اكتب العنوان منفق فروتس عن فيجيتابولس طبعا ايه ارقم الارقام بتاحت من 1 2 10 من 1 لحد 10 ليه ايه of فروتس عن فيجيتابولس ارقام الفواكه واخو الخضر وابدأ اعمل اعمل اعمده بتاعتي والوين الخنات على حسب عدد الفاكهة اللي عندي الفاكهة او الخضر عند الكارت عند منه الفروتس عن فيجيتابولس اللي هي ايه انواع الخضر وات والفاكهة يبقى عايز اوصل النهاردة ان انا ممكن ادي الداتا بتاعتي او الرسم البياني بتاعي باكتر من طريقة يما طريقة الاعمدة اللي هي بالشكل ده بالأفك والرأس الاعمدة الأفكية والرأسية او طبعا تكون عن طريقة الايه التاب والبتاع الداتا زي 150 صفحة 150 اعطاني الجدوة اللي هو فيه data عن ايه ففردز وانيمول زي ايه حيوانات الحيوانات بتاعت حريكة الحيوان المفضلة اعطيني الانيمول اسم الحيوان وعطيني نمبر اللي هو عدد التصويت او رقم التصويت يعني كل ايه انشوف كم واحد بيحب اللاين كم واحد بيحب الاسر كم واحد بيحب الكرد كم واحد بيحب الجراف الزرافة كم واحد بيحب الاليفان كم واحد بيحب اللاين 20 20 المونكي 45 45 شخص الجراف 35 الاليفان اللي هي ايه الاليفان طبعا 30 هنا ايه نمبر ايف ايه نمبر اوف اينيمول لوعرض الحيوانات وطبع هنا برضو ايه النامز بتاعتها سوري لو قلت هنا مثلا ايه اللايون الاسر اكتب اصلا من تحت كده هنا ايه منقي جراف الزرافة واخر معانا الفيل الاليفان طيب اللايون اللايون قلنا كام 20 هلون كده طبعا كل خانة من دول تديني خمس ارقام 15 15 20 ما عليش كده نعمل كده يعني حاجة بس سرعة عايز بس افهم كم يعني حبيبي المونكي كام طبعا 45 اه المونكي كل الخانات ان كل ايه بيحبها القرون ماشي حبيبي بعد كده الجراف 35 35 35 اخر حاجة معنا الاليفانت 30 تمام عملنا كده الشكل بالاركام اللي هو عطيها للداتا اللي عندي هنا بيقول لي which kind of animals which kind of animals is like the least يعني اي الحيوانت دي ايه هي اخذت اقال الاصوات الاقل قال لي حاجة عندي مين طبعا مين lines عشان هي قال لي حاجة رقم 20 واخد 20 صوت فقط طب which kind of animals is like the most ايه اكتر حاجة الناس بتحبها فيهم طبعا من 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 the table يعني ايه اكمل الجدول طبعا عندي البيانات هكمل بقى العكس المرضى بدل ما اعمل رسم البيان هكمل الجدول بتاع بالبيانات تعال نشوف انا عندي kindness of fruits عندي ايه انواع الفواكه وايه عايز اننا على برض ايه عرض الاصوات الناس اللي بتحب ها ابلز كان واحد بيحبوها ايه 50 البنهاج هده عند الابرس و اكتب هنا رقم 50 المانجو كام 80 80 80 صوت البنانا الموس كام 90 90 الورنج البرتقال كام 30 ماشي حبيبي طيب اخدت من الرسم البنه وكملت الجدول بتاع الداتا بتاع هنا بيقول how many more people like المانجو than orange يعني كام عدد الناس اللي حبت المانجو اكتر من البرتقال انا عند المانجو كام المانجو حبيبي 80 تمام طيب البرتقال ايه 30 80 و 30 يعني هطرح 30 من ال 8 هتدين ايه 50 يعني 50 شخص خلاص يبقى how many more people like than orange تمام عرفنا ازاي المانجو عندي 80 80 و 30 الفرق بينه هيكون 50 50 how many people like apple and banana عايزين نعرف عدد الناس اللي حبت التفاح وحبوا البنانا هجمع الاثنين مع بعض الابل الابل عندي كام 50 والبنانا 90 تبقى 140 140 140 انا ايه الابل قلنا كام عشان كده بفاكرها مع بعضينا 50 والبنانا كام يا مس البنانا 90 90 لجمعهم على بعضيهم اطلعوا كام حباي بي اطلعوا 140 140 صفحة صرحة 151 عندي حاجة اسمها المخطط الدائري قالك هو نوع من الرسم البياني يمثل البيانات في الرسم البياني الدائري اطلع تشارح الدائرة الحجم النسب للبيانات يعني احتفال نائل مفضل بالنسبة العيد القوم طبعا دخد معي اكتر ايه اكتر مساحة من الدائرة لي ايه المخطط الدائري اكتر طبعا اكتر حاجة معانا الشلد اللي هو يوم الطفل طبعا اللي هو اللون ده ده اخد معانا ايه المساحة دي شم النسيم طبعا اللي هو ده بعد كده عندنا سيكسس عاوز نعمل كده نفس الطرقة ونفس الالوان تمام الفكرة ان انا عندي ايه عدد من الهدايا بألوان مختلفة يعني مثلا عندي الهدايا جرين بيقولي لون كل شريحة بايه بالهدايا بالكولر بتاعها انا عندي اتنين هدايا لونهم اخضر يبقى هلون شريحتين باللون الاخضر عندي اربع هدايا باللون الازرق وانتو سري فور يبقى دولكم لهم بالايه باللون الازرق تمام اللي انا عمل عليهم الساهم دول طيب عندي كم هدايا باللون الاحمر واحدة بس ايه لونها احمر تمام هدية وحدة طيب عندي كام وحدة باللون الاصفر وانتو سري يبقى دولكم لهم هيكون لون اصفر يلو فهمناها يعني هلون دي بلون الاحمر عشان هدية واحدة. اللون الاخضر هلون الشريحتين دول عشان عندها ديتين. اللون الازرة عندي اربعة هلون اربح شرائح فور سلايسز. اللون الاصفر عندي منه تلات هدايا هلون تلات شرائح باللون الاصفر. وبكده حبايبي ما عليش انا اسفة جدا ان انا بطول الفيديو عليكم بس يعني بحب ايه اوصل لكم المعلومة بطرق سهلة جدا وبسطة ببسطها. يعني انا يعني طبيعتي حتى عندي في الفصل بحب بنزل كده بمخي لحد مخ الطفل الصغير اللي قدامي. لان صراحة المنج صعب جدا بتعصفه الرابع فمنحول ابسطه قدر الامكان. يا رب الفيديو كنا لإعجابهم. يدي تقدروا تعبنا ومجهودنا. وتعملوا لايك للفيديو الاول مرة تشوفوا القناة تشيركم معنا. وتفعلوا الجرس تشيركم ان شاء الله كل جديد. يستنون ان شاء الله في حل باقي الدروس. وحل باقي الوحدات من جميع الكتب الخارجية. كانت معكم مسهبة رجب من قناة مصر عامل رجبتو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.